موسيقى منا قالت الغد في القاهرة نرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامج السوق وتتابعون فيها ارتفاع جمعي لمواشرات البورصة المصرية خلال الاسبوع المنتهي أبل أول شركة في العالم تتخطى قيمتها تريليون دولار أهلا بكم في التفاصيل ارتفعت مواشرات البورصة المصرية خلال الاسبوع المنتهي وربح رأس المال السقير الأسهم المقيدة نحو 22 مليار جنيه واستطاع المؤشر الثلاثيني العودة للارتفاع خلال تعاملات هذا الاسبوع واستعودة ظهور القوى الشرائية في أسومهي بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب مدفوعة بعمليات شراء المستثمرين الأجانب والعرب اختتمت مؤشرة البورصة المصرية آخر أسبوع في يوليو بارتفاع جماعي على عكس ما شهدته على مدار المنتصف الأول من الشهر فيما مالت تعاملات المصريين إلى البيع على مدار الأسبوع لتحقق البرصة إجمال أرباح يزيد على ثلاثة مليارات جنيه بداية الاسبوع كان فين خفاض المؤشر رئيس إيجيك سيرتي كان في 15 ألف نقطة على نهاية الاسبوع المؤشر عمل 15.8 حتى وقتنا هذا احنا بنتكلم ان المؤشر في صعود أغلب الشهرات أعانيت على الميزانيات أغلب الشهرات عاملة أرباح ميزانية كيوتو اللي هو الكورتر التاني للشركات في الميزانية احنا بنتكلم دلوقتي ان المؤشر في 15.8 نحن داخلنا على 16 ألف ودي نقطة مقاومة أعتقد اللي احنا نعديها وكانت بنوك الاستثمار قد بدأت بالفعل في إعلان توقعاتها لطروحات الشركات الحكومية في البورصة المصرية والتي جاءت أخبارها إيجابية على سير التعاملات ويشير الخبراء إلى أن الإسراع في بدء المرحلة الأولى من برنامج طروحات الحكومة المتمثل في طرح أسهم خمس شركات حكومية سيساهم في إنعاش السوق ختام مختلف لشهر يوليو وبداية مبشرة لشهر أغسطس هكذا جاءت حركة مؤشرات البورصة المصرية في الأسبوع الماضي هذا الأسبوع الذي شهد ارتفاعا جماعيا لمؤشرات البورصة في ختام جلساته ارتفاع توقع الخبراء أن يستمر على مدار الشهر هبا الحسيني قناة الغد القاهرة نبقى في مصر حيث قال البنك المركزي وأن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 44 مليار و315 مليون دولار بصفة مبدأية في نهاية يوليو من 44 مليار و250 مليون دولار قبل شهر كما أعلنت وزارة التجارة والصناع ارتفاع صادرات البلاد غير البترولية بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري وأضافت أن وردات البلاد ارتفعت 16% في النصف الأول من العام على أساس سنوي وللتحليل نضم إلينا فيه الستوديو المحلل الاقتصادي والعنب مرحبا بك معنا سيد وائل في استوديوهات الغد بالقاهرة في البداية انتقال الأسهم من الأداء العرضي المائل للهبوط خلال الفترة الماضية إلى الاتجاه الصاعد ما الذي دفع الأسهم ومؤشرات البورصة للصعوب؟ حكتين كانوا مؤسرين هذا الأسبوع أولا نتائج الأعمال اللي بدأت تظهر وخصوصا للأسهم القيادية شوفنا نتائج أعمال البنك التجارة الدولي عامل نموه جيد جدا وده أدى إلى قوة شرائية على الأسهم القيادية فصعدت وكان خصها قطاع العقارات كان عليه موجة شراء قوية جدا هذا الأسبوع السبب الثاني توقعات المتعاملين أن الحكومة عشان تنجح برنامج الترحات لابد أن تقوم بتنشيط البورصة فلذلك فيه توقعات بدخول أموال حكومية في السوق سواء من البنك الأهلي أو بنك مصر أو التأمينات أو البريد وشوفنا ده أثر على قيم التعامل في آخر جلسات الأسبوع تخطينا مليار واربعة من عشر وده رقم ما شوفناه منذ عدة شهور طيب على صعيد المؤشرات الارتفاعة تقريبا نحن الآن قريبين من مستوى 16 ألف نقطة وهو حاجز مقاومة جديد متى من المتوقع أن تكسر البورصة هذا الحاجز وهل سيستمر الاتجاه الصعيد المؤشرات تشير إلى ذلك؟ إحنا بتبع الأرقام المقفولة لها طبيعة خاصة الخمستاشر، الستاشر، السبعتاشر يبقى لها طبيعة خاصة عند المتعملين فأنا بقول رقم 16 هلكون نقطة مقاومة فعلا خصوصاً إحنا نحن نصعدنا تقريباً 700 نقطة متصلة يعني إحنا كان الأسبوع الماضي كان المؤشر عند مستوى 15 ألف و300 نقطة تقريباً وبدأنا نصعد فأنا بقول إن عند النقطة دي هتبدأ عمليات جاني أرباح عمليات تبديل مراكز إيه بقى اللي يخلينا نعدي النقطة دي؟ ننتظر أحداث جديدة إحنا بننتظر في السوق الرد على صفقة جلوبال تلك من الغاية دلوقتي ما تمش رد عليها مستنين الرد السوق رجاء للسولة كبيرة بعودة سهم الألعى للتداول مرة أخرى الحاجات دي ممكن تبقى حافظ ما ستضيفه الطرحات الحكومية المستهدفة كان من المفترض أن يتم الشروع فيها وطرحها من بداية هذا الشهر إلى أي مدى ستؤثر في السوق ستنعش البورصة المصرية؟ كل طرح وبيجي مع مستثمرينه ومع أمواله ولكن إحنا النهاردة الحكومة بتتكلم على زيادة حصص من الشركات المتدولة إحنا كنا نتمنى الحكومة تبدأ البرنامج بشركة جديدة زي شركة أمبي البترول كانت هتيجي معها سولة كبيرة لكن الحكومة قررت أن هي تزود حصص من الشركات المتدولة زي مصر الجديدة الشرقية للدخانة أبوير على أساس أن تقييمها هيبقى سهل جدا وترويجها أيضا هيبقى سهل جدا الحكومة في نيتها الطرح بمتوسط تداول لهذه الأسهم في نهاية آخر شهر قبل الطرح ويضاف إلى 10% من السعر المتوسط آخر شهر أعتقد أن اللي هينجح هذا البرنامج أن كل البورصة نفسها في حالة جيدة وفعلا بدأت البورصة الأسبوع ده تتحرك مع سولة جديدة دخل السوق أنا توقعي الشخصي ورؤيتي الشخصية أن هذه السولة سولة حكومية لتنشيط السوق طيب هناك بيام من وزارة التجارة والصناعة يفيد بأن الصدرات البترولية الغير بترولية لمصر ارتفعت بنسبة 14% بينما ايضا ارتفعت الواردات كيف انعكس هذا الارتفاع سواء على مستوى الصدرات أو الواردات على ميزان المعاملات التجارية المصرية بما تأثر نسب الصعود ونسب الانخفاض هي دي اللي ممكن نقولها تأثر على الميزان ولكن احنا ميزان ما تفعت قلب إلى دائن حوالي 11 مليار دولار بعد ما كان مدين وكان أنه تحول إلى جنب الدائن بسببين السابق الأول تحولات العاملين بالخارج اللي زادت بشكل كبير احنا وصلنا رقم 26 مليار دولار وده أثر على ميزان المدفوعات انه بدأ يتحول إلى جنب الموجب سنان ايرادات السياحة وقناة السويس بدأت تزيد تدرجان وأن كانت الزيادة هامشية ولكن بدأت يبقى فيه عوائد من السياحة عوائد من قناة السويس وده أدت إلى ارتفاع ميزان المدفوعات زي ما شوفنا في الفترة أخيرة وده أثر أيضا على الاحتياط النقد زي ما حضرك ذكرت في بداية التأرير أن الاحتياط النقد يرتفع حوالي 50 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس أعتقد أن ده برضو من أين جاءت هذه الزيادة؟ من ميزان المدفوعات اللي تحول إلى جنب الدائن ميزان المدفوعات ده هو استخدامات الدولة ومدفوعات الدولة قبل العالم الخارجي فأنت بدأ يجيلك تحولات عاملين بالخارج زيادة ودي أسارت بس أنا ليه هنا ملاحظة تحولات العاملين بالخارج قد يكون هذا العام هو أعلى رقمه الآن يتكرر لأن فيه كثير من العاملين بالخارج بدأوا يعودوا بسبب الدول العربية بدأت تلجأ إلى توطين مواطنيها في العمل فلذلك التحولات زادت لأنه ممكن جزء كبير منها بيكون تحولات نهاية مدة تحولات عامل بالخارج بيرجع إذن هذه الزيادة وفورات وليست مدخلات جديدة هي وفورات لدى العمال أو العاملين بالخارج حولوهم لمصر طيب تحدث عن أهمية سرعة إنجاز الحكومة ملف إدراج الشركات أو الطروحات المزمعة في البورصة المصرية هل الوضع مهيئ الآن الوضع مناسب الآن لهذه الطروحات ما خبش على حد ذلك الوضع غير مناسب ومش هيبقى مناسب لما السوق ينشط ويرجع تداولات مليار ونص واثنين مليار إحنا بقلنا ثلاث شهور حالة هبوط مستمرة منذ رفض عرض شراء جلوبال تلكم في إبريل الماضي والمؤشر حقق قمة تاريخية عند 18400 بدأت الهبوط ثم تلا هذا إيقاف تداول سهم الألعب هو من أنشط الأسهم بيحتل تلت التداولات منفردا ثم إيقاف جلوبال تلكم نفسها سيئة جدا اتعدلت هذا الأسبوع بحاجتين بنتائج الأعمال اللي بدأت تظهر عن النصف الأول وكانت الشركات القيادية عاملة نموها وعالي جدا الحاجة التانية إن فيه سولة دخلت السوق جديدة لسه المحللين بيشوف السولة دي إيه أنا شخصيا بقول إنها سولة حكومية أشكرك جزيلا شكرا أستاذ وإلى عناب المحلل الإقصادي شكرا لك شكرا متواصلنا معكم في السوق وتتابعونا فيه بعض الفاصل لبنان يؤكد أن القطاع المصرفي تعرض لاستهداف من شبكة احتيالا عراقيا ألمكم من جديد ردت المصارف اللبنانية على موصفته بأنه حملة افتراء طالت عددا منها وادعت أنها تعمل على طبيض الأموال المصارف أكدت أن هذه الحملة تستهدف ابتزاز الأموال بعدما تم كشف تقديم منفديها مستندات مزورة للحصول على أموال عراقية مزعومة تعود لحقبة صدام حسين بدأت القصة بدعاء شخصيات عراقية باختفاء ودائع لها من مصارف لبنانية تفوق قيمتها مئات ملايين الدولارات وتعود إلى أيام حكم الرئيس العراقي صدام حسين وعندما نفت المصارف المعنية وهي من أكبر المصارف اللبنانية هذا الأمر بدأت حملة افتراء ضدها تتهمها بطبيض الأموال حملة اتضح أن منظميها أعضاء في شبكة احتيال يريدون ابتزاز هذه المصارف من خلال زعزعة الثقة الداخلية والخارجية بها من ضمن إطار الجريمة المنظمة استهدفت القطاع المصرف اللبناني بغاية الربح وبغاية تحقيق مكاسب ولما لم تستطع باستناد إلى أي مستندات قانونية تتيح لها صورة على أي وداع قامت بالابتزاز تؤكد المصادر المصرفية أن الودائع العراقية في المصارف اللبنانية والتي تعود لحقبة صدام حسين حولت منذ العام 2003 إلى البنك المركزي الأمريكي لحساب البنك المركزي العراقي بإشراف السلطات المختصة ودون أن يسري مبدأ السرية المصرفية على وارث هذه الأموال الذي هو النظام العراقي الحالي ويرى خبراء أن الأهمية تكمن في ضمان عدم تكرار حملة الاحتيال لعدم التأثير سلبا في قطاع يعتبر من أبرز أركان الاقتصاد اللبناني لا يزال القطاع المصرفي في لبنان الممول الأول للدولة رغم ارتفاع مخاطر البلد السيادية علما أن رؤوس أموال المصارف قاربت مستوى تاريخيا بلغ 20 مليار فاصل 700 مليون دولار ما يشكل دافعا لزيادة الثقة به من قبل المودعين المحليين والأجانب حملة الافتراء على مصارف لبنانية تم كشفها بتعاون أمني لبناني عراقي ويحرص القطاع المصرفي على مواجهتها بتوضيح الحقائق متمسكا بالثقة الداخلية والخارجية بنظامه المتشدد الذي جعل منه واحدا من أبرز القطاعات المتقدمة في المنطقة كلوديا أبي حناء الغد بيروت ومن بيروت ينضم لنا دكتور أحمد صفر عضو اتحاد المصارف العربية مرحبا بك أمانا دكتور عبر شاشة الغد في البداية هل من تفاصيل مهمة لو تضيفها لنا حول هذه الوقعة أطراف الخارج أو أطراف الداخل البنوكة التي تعرضت لمطالبات بودائع مزيفة ما بدأ من هذه القضية حتى الآن مفاده أن الحكومة العراقية في عهد النظام السابق لجأت إلى إذاعات مبالغ مالية في عدد من البنوك لدى بلدان عديدة ولكن الحكومة الحالية بعد سقوط النظام السابق استطاعت بمساعي مستمرة وجادة أن تستعيد بعضا من هذه الأموال وفي هذا السياق بالذات يندرج ما أثير أخيرا في لبنان من خلال شائعات مصدرها العراق وعلى مستوى وسائل الإعلام ولسيما وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك وداء عراقية في المصارف اللبنانية تعود إلى عهد النظام العراقي السابق وبذلك أتت وكالات قانونية سواء على مستوى الإرث العائد لهذه الأسماء أو لنتيجة تشابه أسماء بأن هذه الودائع ما زالت قائمة وأن أصحابها يطالبون باستردادها ولذلك حاولت المصارف اللبنانية وخاصة الكبيرة منها والمعروفة باعتبارها كانت معنية أكثر من سواها بهذه الشائعات إلى سلوك الطرق القانونية فوفرت الملفات والمستندات القانونية التي تدافع فيها عن موقفها وأدى ذلك إلى تعاون أمن دقيق بين الأجهزة اللبنانية والأجهزة الأمنية العراقية فوصلوا بنتيجة هذا التعاون إلى أن هناك مجموعة عراقية وبينهم حتى لبنانيون وراء هذه الهجمة التي طاولت سمعة القطاع المصرفي اللبناني خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي يمر فيها الاقتصاد اللبناني طيب دكتور أحمد طالما هي غير صحيحة فضل ولبنان استوفى كل الشروط المطلوبة لمكافحة غسل الأموال المقررة في قوانين مكافحة التهريب ومكافحة طبيض وغسل الأموال لماذا هذا التخوف من أن تؤثر حملة كهذه على القطاع المصرفي اللبناني وأنت تعلم قوة هذا القطاع والشفافية التي أتمتع بها التوقيت توقيت إثارة هذه القضية يثير بعض الهواجس حول ظروف الاقتصادية التي يمر فيها لبنان وحرص الحكومة اللبنانية على تثبيت سعر الصرف ما يسمى بسياسة الاستقرار النقدي وارتفاع الفوائد في هذه الظروف بالذات التي يمر بها الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان تثور الشكوك والهواجس حول الدوافع الحقيقية من وراء إثارة قضية بهذا الخصوص تمس سمعة القطاع المصرفي اللبناني الذي إنه يتسم بشيء فإنه يتسم بتطبيقه الحرفي للمعايير والمواثيق المالية والنقدية الدولية لذلك ما بدى حتى الآن أن هناك دوافع ظاهرها مصرفي ولكن ليس لها أساس قانوني بحيث أن العراق بذاته أصدر بيانات رسمية حول عدم صحة هذه البيانات ولكن يمكن مع الوقت أن تستبين أكثر لدى لبنان إذا كانت هناك دوافع غير مصرفية المطالبة كانت بمبلغ تقريبا تجاوز المليار دولار ومن المؤكد أن هناك استهداف للقطاع المصرفي اللبناني كما أشرت في ظل الظروف الراهنة هل سيتطلب ذلك الأمر إجراءات إضافية من القطاع لتعزيز قدرته على مواجهة التحديات خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان فعلا أن التحدي المطروح حيال هذه القضية بالذات وسواها لأنه يمكن أن تثار في المستقبل قضايا مماثلة صحيح لابد من أن يكون القطاع المصرفي اللبناني بجناحيه يعني المصرف المركزي من جهة وجمعية مصارف لبنان التي سرعت بالأمس إلى عقد مؤتمر صحفي لتؤكد على متانة الأوضاع المصرفية اللبنانية وعلى أن هذا القطاع ذو مناعة من حيث الملاءة ومن حيث حجم الوداع ومن حيث الامتثال للمعايير والقوانين المالية الدولية لذلك لابد لنا كقطاع مصرفي لبناني أن نقوم بشيء من الحملة المضادة سواء قانونية أو إعلامية للدفاع عن هذا القطاع الذي فعلا هو بالنسبة للمنطقة العربية وحسى على المستوى الإقليمي وحتى الدولي أنه من القطاعات الناهضة والتي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في لبنان شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد صفر عضو أتحاد المصارف العربية كنت ضيفة معنا من بيروت أصبحت شركة أبل أول شركة أمريكية مدرجة للتدور العام تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار لتتوج بذلك موجة صعود استمرت عشر سنوات بدعم من هواتفها الرائجة آيفون التي حولتها من شركة متخصصة في أجهزة الكمبيوتر الشخصي إلى شركة عالمية كبرى تعمل في مجالات الترفيه والاتصالات وزدت أبل إيراداتها لتتجاوز الناتج الاقتصادي لدول مثل البرتغال ونيوزلندا ودول أخرى قفز سهم الشركة بما يزيد على خمسين ألفا بالمئة منذ طرحها العام الأولي عام ألف وتسعمائة وتمانين بهذا نصر مع حضراتكم لاختام حلقاتنا من برنامج السوق وهذا تذكير بأبرز ما كان لدينا من عنوه ارتفاع جماعي لموشرات البورصة المصرية خلال الإسبوع المنتهي أبل أول شركة في العالم تتخطى قيمتها تريليون دولار شكرا لكم مشاهدين على طيبة المتابعة دمتم دوما في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة